اكتفى فريق أمل بسعادة في أول لقاء له على ملعب ياد الموصف بعدما أهل من طرف الرابطة بالتعادل السلبي أمام فريق شبيبة بيجاي في مباراة كانت بعنوان الفرص الضائح ورغم البداية القوية لأبناء باشر وأول فرصة عن طريق خيروي رأسيته تجد الحارس علوي بالمرسل رجب الشبيبة كان بتسديدة بن عياش القائم الأيمن يرد الكر وفي الوقت البدل الضائع رقلية للشبيبة وفي كرة مباشرة يردها الحارس متحزن تجد المهاجم خزري يسجد كرته تصطدم بالعارضة ثم تسقط بنقطة احتج عليها طريق الشبيبة كثيرة هذه الإعادة ولكم الحب وعلى هذه النقطة انتهى الشوط الأول قويل يسدد الحارس علوي بالمرسل دقيقة بعد ذلك قويل وبكرة أقوى وأدى لكن الحارس علوي ببراءة يبعد الكر يواصل الأمل الدغت هذه المرة جبل يسدد لكن أحسن رجل من الشبيبة علوي بالمرسل من جهتها شبيبة بيجاية حاولت انتصاص ضغط بوسعادة بالاعتماد على الكرات القصيرة مع هجمات معاكسة لكن بدون جد آخر الدقائق لم تأتي بالخبر السعيد للأمل الذي اكتفى بنقطة فيما عاد زملاء برشيش إلى الديار بدون انهزام في انتظار تحسن الأمور فيما هو قادم من جوالات اشتركوا في موقع لقطة مثيرة للجدل سنشاهدها بعد لحظات هل كان هدف شبيبات بيجاية شرعيا أو لا ولكن مقطة مهمة من ناحية نفسية بعد نعم كريم التحكيم لصيد فاسيح عمري واسعفوني شاهدنا اللقطة ثم نعود نشاهدوها مرة أخرى نعم نشوف التزديد ضربت في العارضة الأفقية ثم نعم نعم حسب الصورة الكرة تجاوزت الخط وبالتالي هدف شوف الكرة شوف رجلتها الملا شوف الكرة تجاوزت الخط شوف الخط شوف الكرة وبالتالي هدف صحيح إذا الحكام حرم شبيبة بيجاية من هدف شرعي في هذه المباراة